السلام عليكم في هذا الفيديو نستعرض معكم عدة اكسسوارات للسيارة خاصة بالصوت للمكالمات وأيضا الشحن خلونا نبدأ أول جهاز هو بيتي فريك عبارة عن جهاز بلوتوث للمكالمات وممكن نستخدم أيضا ترددات الراديو لتشغيل الموسيقى الشاشة قابلة للضغط للردع للمكالمات أو تشغيل الموسيقى ويملك مايكروفون ومنفذ يو اس بي اي ويو اس بي تايب سي ومنفذ 3.5 مليمتر للصوت الجهاز يدعم الشحن السريع لجهازين في نفس الوقت بقوة 18 واط من منفذ تايب سي و 12 واط من منفذ يو اس بي اي ويعمل أيضا مع المساعدات الصوتية سيري و جوجل واللي يحتاج جهاز أصغر للمكالمات الموتور ماوت 3 ستيريو بيكون مناسب يركب مباشرة في منفذ 3.5 مليمتر للصوت الجهاز يعمل بالبلوتوث لتشغيل الموسيقى أو المكالمات ويتميز بخاصية دي اس بي لإلغاء الصدى أثناء المكالمات ويملك زر للتشغيل أو الإيقاف بالنسبة للبطارية بتستمر حتى 6 ساعات من المكالمات و 84 ساعة في حال السكون ويمكن شحنه مع الشاحن المتوفر معه باستخدام منفذ 3.5 مليمتر في أسفل الجهاز الجهاز الأخير هو فلايتونس وهو عبارة عن جهاز بلوتوث لاستخدام السماعات اللاسلكية مع أي جهاز الجهاز يدعم اتصال جهازين بنفس الوقت وبيكون عندنا وصلتين 3.5 مليمتر عشان تستفيد منها في الطيارات مثلا وقت السفر أو نستخدم واحد لمختلف الأجهزة بطاريات الجهاز ممكن تستمر حتى 8 ساعات ويجي معها وصلت 3.5 مليمتر إضافية لاستخدام في الأماكن الصعب الوصول لها مثل التلفزيونات وأيضا جراب لحفظ الجهاز وكابل تايب سي لشحن الجهاز نفسه يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة اشتركوا في القناة